اشتركوا في القناة 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 طيب تعالين نواجه رسالتي رسالة للأم ورسالة للأب ده لانه ساعات الأم على فكرة هي اللي بيبقى عندها القاسوة دي مش الأب بس وشفتها في حالات برضو الأم بتكون هي الطرف القاسي على الأطفال والأب بيبقى كل حنيت الدني صح فخلينا نعمم شا ونواجه رسالة للطرف القاسي لو الإنسان ده قاسي لأنه هو حاسن هو اتحرم من الحب والحنان فده محتاج يتعالك مش يقول ما هو أنا محروم فمش عارفة دي ازاي وخلاص ده لو الموضوع وصل معاه بشكل مرضي شوية لو بشكل مجرد جهل أنا مش عارفة دي ازاي لأنه عمر ما شفت بيتعامل ازاي فده يتعلم فاحنا يئما نتعالك يئما نتعلم بس منعودش كده زي ما احنا ونبرر ونعلق المشاكل بتاعتنا على شماعات وأقول ما غازب عني ونعيش دور الضحية فده للطرف القاسي سواء كان أب أو أم يتتعلم يتتعالك الطرف التاني بقى اللي شايل المركب لوحده وبيحاول يتعامل مع الأطفال يعمل إيه كذا حاجة أول حاجة يغرقهم حب بس من غير ما يحسسهم إنه هم ضحية ومن غير ما يحس بالزن باتجاه الأطفال لأن أنا اللي اخترت الطرف التاني دايما بقولي الكلمة دي ويمكن يكون ياسبت عطارد عليها بس أنا مختلفة جدا بيها وعايش شبيها اللي بيختار الأب أو الأم ربنا مش إحنا إحنا ممكن نختار شكاء حياتنا آه بس ممكن نقعد سنين عمرنا كله بنحاول إن إحنا نخلف ما بنعاش نخلف فاختيار الأب أو الأم هو نسنده لربنا مش أنا السبب فيه مش أنا الزنبي فيه عشان ما بقاش تقول حياتي قاعدة بحس إن أنا محتاج أكفر عن زنبي تجاه أولادي علشان أنا اللي اخترت لهم الأب دا أنا اللي اخترت لهم الأم دي فنشبعهم حب على قد ما نقدر نديهم إحنا اللي نروي الحب دا عامل يا ردو زي الميا كده هتحطيها على الزرع الزرع هينمو ويكبر والقصوة عاملة زي النار بتحطيها على الزرع بيتحرق كامل عشان كده بنقول بيجف وبيموت فالقلب بيقصو بيموت فعلا فالأم بما إن فيه حد بيحط نار لماحية تانية بتحط هي مية على قد ما تقدر عشان القلب دا يفضل ينبض ويفضل مثلا ميه حي ما يبقاش بيموت من كتر القصوة دي أول حاجة تاني حاجة نحاول إن إحنا مش بنبرر اللي الأب بيعمله بس نشرح لهم عارفة زي ما بنقول نشرح لهم هو جاي منين فممكن نقول للولاد ما عالش هو دا أسلوبه في التعامل لأنه هو تربى بالطريقة دي لأنه ما يعرفش طريقة غيرها لأنه خايف يجرب طريقة غيرها ويفلت زمام الأمور من إيده فنحاول نفهمهم إن دا جاي مش عشان أنا طفل وحش أو عشان أنا طفل ما استهلش حب أبوي أو أمي اللي هم قصيين علي لكن دا جاي من البارجراوند بتاعه أو الخلفية بتاعته اللي هو تربى بيها سواء كانت القصوة اللي هو عاش فيها لأنه ما فيش حد قوي بيقق قاسي إلا ما يكون اتقاس عليه فأفهم إن دا بسوء يكون بسبب القصوة اللي هو مر فيها أو بسبب جهل أنا هو مش عارف يعمل حاجة تانية أو خايف يربيكوا بأي أسلوب تاني عشان الطفل ما ياخدش الموضوع بحساسية شوية تالت حاجة نعلمهم يحمي نفسهم إزاي مهم جدا الطفل يتعلم يحمي نفسه إزاي من أهله مش بس العكس يعني إيه خلاص إحنا عارفين إن الأب دا مثلا خلق دايق جدا لو جي حد حواليه من الجمعة الصبح هعمل شوية صوت بس عالي هيقوم يفجر البيت كله إحنا عارفين إن دا جزء عنده فيبقى نتعامل إزاي معلش الجمعة مش لازم نعمل دوشة حواليه لإنه هيطلع وهينفجر أول ما بيرجع مثلا البيت بيبقى مش طايق نفسه الأديق ومش عارف أي أين كان أي ظرف من الظروف أنا فهمت الراجل اللي معايا أو فهمت الست اللي معايا وفهمت المفاتيح بتاعتهم فحاول إن أنا أعلم الولاد إنه هما يتفادوا يحطوا نفسهم في المواقف دا في المدفع في وش المدفع حال أوكي بلاش تاني نستخدم اللي أنت قلتين بالزبط فكرة إنه إيه وعيد يحصل كده أو إيه وعي بابا يعرف طب أنا هكلم بابا وهو هيوريكي أو هدد وساعات الأمة على فكرة بتاعها من كده أو الأب طبعا بس مجرد عشان هي قليلة الحيلة أو فكرة إنها قليلة الحيلة فعايز أجيب حد كبير يكلمهم ما يصحش أصلا دا ولا للأم اللي هو المربي اللي بيكلم دا لأن معناها أنا مش أدكه فهجيب لكم اللي أدكه دا الواحده بيهز صورة الأم قدام الولاد يعني إنتي هجيب لي حد هجيب لك بابا يكلمك يعني إنتي مش قادرة علي يعني دا خلاص يبقى الأم دي بقت ولا حاجة حتى ملهاش القدر والقيمة بتاعتها مش هحترمها مش هخاف منها مش هعملها مش هعملها إي حساب بعد كده هي نفسها مش قادرة علي أنا اللي قادر عليها وبفتري عليها وهتجيب لي حد تاني وعادة لما بيكون الأب قاسي الأم مش هتبلغ الأب أصلا لأنها هتخاف لأنها هتبلغ فحتى التهديد بيبقى تهديد فارغ فهنا إحنا بنفقد كل الصور قدام الطفل فبنحاول على قد منادر إحنا ما نخلقش البعبع من الأب فهمتك برافو ده الحلول للتعامل مع الأب القاسي أو الطرف القاسي بالزبط صح كده؟ بالزبط طيب تعالي نطلع على فاصل عشان نطلع على فاصل نطلع فاصل خلاص وعن نكمل بقية الحوارة عن الأب القاسي أو الطرف القاسي وكيفية التعامل معاه كمان أنت لو عندك مشكلة في البيت مش عارفة تتعاملي مع الزوج مش عارفة تتعاملي مع الأولاد حسن الدنيا خلاص بس قفلة جدا ممكن تتكلمينها أو تبعاتلنا صفحتنا هي وبس إلا على الفيسبوك بعد الفاصل أكيد هنحط التليفونات لنهاء علشان لو أنت عندك مشكلة في الجزئة اللي إحنا نتكلم فيها النهودة تقدري تكلميها وتستشريها وهي إن شاء الله حد لك مشاهدتي يا عزيزات وبرناتي الحبيبات فاصل الدجنوب نرجعيكم من هي وبس ورجعنا لكم تأجي بعض الفاصل بنفس القصوة بتتحكي على إيه مش تتحكي على إيه الفرحانة لإيه مش فرحانة لإيه تتفارج على دوة شربين عبيب عالم معمي طيب لو أب قاسي عاديين ليه طيب عبيب وزو قاسي لو أب قاسي زو قاسي وبيتعامل معي بنفس الطريقة اللي بيتعامل بيها مع الأطفال قدامهم ساعات كتير تلاقي مثلا إيه لو هو مثلا يشيل الولد يقوم إيه رميع السرير لا وساعات تانية يقوم مثلا شاتب الأم أو قيل الأم مثلا كلمة أو لفظ أو حاجة يقولها هي وبعدين بعد كده يقولها هي دي الطريقة اللي أنا هعملك بيها بعد كده عشان تعرفي أمتك وتحترني نفسك قدام أولادك ها ايه 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 ده بتاكر لا أحضرت كل ده نعلم بي قصص كتير أوي حضرت يعني بعد ما نتفرج ع ردوة نحاول نشوف هناليا بإيه في حياتنا تفضل تفضل لا أبل حد ما نتفرج ع ردوة هنحتاج نعمل حاجتين أولا الأم نفسها محتاجة برضو تتعلم هتحمي نفسها زي ردو مهما ينفعش أنا بقاعدة في العلاقة دي وأنا عارفة برضو التريجرز بتاعته أو الحاجات اللي أنا لو عملتها هشعل الغضب بتاعه قدام الولاد أحاول في الوقت ده أقوله تعالى ندخل نتكلم جوه بأيدي عن الولاد وارجع أفهم برضو الولاد نفس القصة هو الموضوع ده يا إما جهل يا إما قصوة ولو في بقى أنا بجد قاعدة في العلاقة دي وهي مش بس عبارة عن قصوة عندنا لحظات ولحظات محتاجة برضو بيينها للولاد عشان ما يبقوش شايفين الدارك سايد أو الجنب المظلم فقط فلو في لحظات ما بيننا لطيفة بجده هو في الساعات بيبقى كويس معايا وإحناين معايا أنا يعني هحاول لنا أظن إن عشان كده إحنا قاعدين في العلاقة يبقى ساعاتها أقول للولاد بس زي ما بيعمل كده وليه الطلعات بتاعته بيفقد أعصابه فعلا وقت الغضب بس فيه أوقات تانية فعلا عمل فيا كذا وعملي كذا وأوقات شلني وكان ضهري وقف جنبي وسندني يعني أحاول أذكر ده برضو قدام الولاد فالحماية هنا مهمة وإن أنا أظهر الجانب أو أظهر الجانب الكويس أو الطيب اللي أنا برضو عايشاه ويمكن يكون مستخابة عن الولاد مهم الحاجة التالتة والأخيرة والمهمة جدا إن أنا باين الولاد إن مش ده العادي ولو عندي بنت أفاهمها مش ده اللي هي مفروض تتقبله لما تتجاوز وابني إيه وعا تسمح لنفسك تتعامل مع أي واحدة بالطريقة دي إحنا حالة خاصة ليه قاعدة عشان واحد اتنين ثلاثة أربعة بس مش ده الصح مش ده اللي أنت أصلاً المفروض تتعلمه وعلمه إزاي عامل مراته صح وعلم بنتي تحط حدودها صح إزاي وإيه اللي تتقبله من جوزها وإيه اللي ما تتقبلوش طيب إحنا الوقت نتكلم على أطفال الصغيرين وإزاي نتعامل معاهم أنا كأم وكذا وبتاع لكن في بقى حاجة تانية في جيلة هو خلاص ممكن يبطلع منه شوية عندهم عوقد من باباه هو يدخل البيت هي تدخل على قدته وتقفل الباب خلاص هي كبرت هي قدامك عندها 17-18-20-25 سنة هي عادة بتتفرج علينا بابا بيتكلم مش عايزة رد على بابا برد على بابا بالعافية لما صلى على النبي بخبي على بابا كتفين حتى لو ما كانتش بتعمل حاجة حتى لو كانت في الشغلة حتى لو كانت معها بتكذب لمجرد أنها خايفة متعقدة منه مش عايزة تتعامل معاه يا دوبك لو قاعدت تاكل اللقمة معاه كل يوم إن عملت كده يبقى قد ترخير الدنيا قوي وكله زي الفل طيب عايزين نفرق بين حاجتين هنا شعورها اتجاه باباها اللي هو يستهله دلوقتي لو كانت كرهة مش طيقة مش كبران فانيها هو يستهل لسه كنا بنقول انت هتجني اللي انت زرعته هو ده بيحصد البزور اللي هو رمها في البنت أوكي طيب الإحساس احنا من وجهة نظري مش بنتحسب عليه أنا مش طيقة والله عندك حق واللي عمله فيه كده ما يخليش أي إنسان في الدنيا تطيقه أنا بشوفوش بر البر في المعاملة يعني ممكن أكون مش بحب شخص معين ده مش بيسمحلي أو مش بيديني الأحقية إن أنا أتعامل مع الشخص ده بقلة احترام الاحترام بيبقى احترام للنفس مش للآخر أنا اللي أستهل أتعامل مع الشخص باحترام بس إحنا هنا عندنا جري أريا كده حتة كده رماضي ما بتبقاش قوي بينه لازم تحبي باباكي ليه؟ لو هو بيقصو علي ليه لازم أحبه لازم تحبي مامتك طب لو هي افترت علي ليه لازم أحبها بس لازم أتعامل باحترام مع بابايا ومع مامتي يعني إيه؟ صوتي ما يعليش على أي كبير سواء كان الأب أو الأم ده طبيعي حق بابايا علي أن أنا أشوفه كل فتر ده طبيعي ومامتي طبعا نفس القصة محتاج يقعد معي مش لازم أقعد معي من 24 ساعة من الصبح البليل كل يوم بس طلع يا عودي معي ربع ساعة عشر دايق وادخلي تاني قطك ده حق عليك يا على فكر ده بر انت بقى عايزة تحكيله ومش عايزة تحكيله في بنت في السنة اللي انت بتقوليها هي حرة على فكر مش لازم تحكيله تقرب ما هو إحنا زي ما إحنا بنقول الولاد محتاجين نتعلمه يبرونا إزاي إحنا كمان محتاجين نتعلم نبروهم إزاي أقول بر بيجي من ناحيتين على فكر عشان كده دايما بقول الأب أو الأم أو الشخص على فكرة الزوج أو الزوجة لو إنت عندك جراح وآلام ما تنزفش على حد بريء لأنه ده اللي بيحصل أنا بدمي ومتعورة بسبب جراح وآلام حصيتلي من ناس تانية هما المجرمين في حقي بس أنا عشان مش قادر عليهم فأنا بنزف على الأبرياء في الحالة دي بيكون الزوجة أو الزوج والأطفال بتوع طيب أنت النهار ده بتقولي أنها تطلع عشان دايه كل يوم طيب معي عشان تبر باباها لأنه ده نوع أو مش نوع ده البر مفروض والاحترام مفروض على الأولاد والبنات تجاه باباهم ومامتهم صح كده؟ نزبوط طيب البر ده في جزء منه حب يا نه أنا ما بحبوش ما بحبش قاب معاه كلامه بيدايقني طريقته معايا طريقتها معايا بتدايقني أروح قاب معايا ما تعطش معايا تمسك التليفون تبقى مش عايزة تكلمني خلاص بقى ماما كفاية بقى ماما خلاص ما أنا حاولت معايا أكتر من مرة وما نفعش لما بنحاول نفرد على أولادنا إن هما يحسوا بإحساس بيتنافع مع إحساسهم بيحصل الرفض ده يا رادر أما نوجهها إزاي؟ المعاملات السلوك أنا ما طلبتش منك تعاضي وتستمتعي بالإحساس بتاعك اتجاه بواكي معلش تلات تربع أولادنا بيروحوا المدرسة وهم مش طيقنا مش طيقين التعليم أصلا مش طيقين المنظومة أو جزء كبير بلاش أقول تلات تربع وأنا على فكرة كده يعني دايما بقولك للولاد اللي أنا بقى أبنوا في حاتي أنت مش مطلوب منك تحب الدراسة خالص بس مطلوب منك تدرس صح؟ مطلوب منه يروح المدرسة مطلوب منه يزاكر مطلوب منه يحل الواجه أه بس أنت عارفة أن الواحد لما بيحب حاجة بيتقنه ده بقى حظ اللي بيروح المدرسة وبيعمل اللي عليه زائد كمان بيحبها ده زي الشغل بالزبط أنت ممكن تبقي بتروحي شغل وانت حب الشغل هتبقي نجبة بالشغل بتاعك بروح الشغل وبعمل اللي علي هتباضي مرتبك مش هتبقي نجبة صح؟ بس عملتي اللي عليك وحللتي الفلوس اللي انت بتاخدية على آخر الشهر مظبوط؟ مظبوط نفس القصة بالزبط بالنسبة لي في المعاملات كلها هو قادر يحب بابا قص هو الطفل اللي هيكره ولادنا بيتربوا أو بيتولدوا خليني أقول طبيعي بيحبوا الأب والأم لأنه دون مصدر كل حاجة في حياتهم حال هو عاجز من غيرهم صح؟ مظبوط انت تاني يا هتصبي نار على الزرع ده يا هتصبي ماء طب انت صبيتي نار وحرقتيني أنا برضو مطالب مني أن أنا أحبك ليه؟ ليه؟ أعملها إزاي؟ صعب يا رادو طيب سؤال الأخير كلميني بقى عن العقدة أو الكلكيع اللي بتبقى موجودة عند الولاد أو البنات في سن متأخر أهو بكلمك من 18 ل 30 يا ستي علاس؟ ليه؟ بنتي أو ابني بنت أختي أو بنت أخوية يعني أيما كان الشباب الشباب اللي حوالي أو اللي يخصوني اللي تربى عندهم عقدة كر الأب أو الأم هنا المفروض أعمل إيه؟ أتوجه لمتخصص أبتدي أكلمهم شوية بالدين أبتدي أكلم الطرف الآخر اللي هو القاسي سواء كان الأب أو الأم يعني أعمل يعني كمان عايزة أدوب الكلكيع اللي موجودة دي لأنه برضو هتطلع على جدة حد تاني خلي بالك طبعا يعني هو لو شايف مهما أنا قلت له عيبي بابا نحن نعملش الستات بطريقة ذي حبيبي مش بنمد أدينا على البنات أبوح ممكن خرجت بنينا هوات ويقوم مايسك الشبشب ويقوم رازع بين الستة اللي هتتجوز المنت كمان هتطلع هتتربى على فكرة إن أنا حتتضرب عادي مهما ما قد تتضرب أنا فيه ستات دلوقتي بيقولولي كده لما بتقولي أنا وبتضرب وبتاعهم شافئي بقول لها إزاي تستقبالي على نفسك حاجة زي كده أوزاي تستحملي حاجة زي كده فبتقولي عادي ما أنا بابا كان بيضرب ماما وأنا اتولدت وتربينا وكويسين وما نهو كويسة ما حصلش حال مشكلة يا ردوة هنا العقدة أصلا بتتربى لي أوزاي لأن ماما بتقول إيه درب الحبيب زي أكل الزيبيب وعادي حبيبتي وكل رجالة بتضرب وما يجراش حاجة دي دي وسواسة شطان صح؟ إحنا دايما بندافع عن الطرف الآخر وكأننا بنحلل اللي هو بيعمله عنده حق يعني ما عليش بصد وكان تعبان في الشغل ما أصلا عنده ضغوط مادية كالترخير ما هو شايلنا كلنا لو أنا ببرر للطرف التاني الزنوب والإزاء اللي هو بيعمله والإجرام اللي هو بيعمله فالبنت طبعا هتطلع يا إما معقدة خالص من رجالة مش عايزة رجالة خالص في حياتي يا إما هي اللي هتبقى بتضرب أصلا أي راجل بيدخل هتبقى هي اللي قصة جدا يا إما هتبقى نفس الدور بتاع الأم وتدخل في نفس دور الضحايا فإحنا أول حاجة محتاجين أن إحنا نرف وقبل كمان الجواز يا نوح قبل الجواز قبل ما بتكون متجوازة هي بتكون معقدة معقدة عندها مشكلة مع الراجل عندها مشكلة مع الفاذر فجر ممكن تروح تخش في علاقة غلط عشان راجل يطبطب عليها عشان بابا ما طبطبش عليها ممكن كمان تختار راجل أكبر من نوع بعشرين سنة دي بتحكي ليك أقولك حاجة لا أصد الكلام عجبني أي الموضوع عجبني عارفة واحدة من الدراسات اللي تعملت يعني في السنين الأخيرة بتقول إن من أكتر الأسباب عشان تبقتي بتقولي للبان من أكتر الأسباب اللي بتخلي الولاد يختاروا الشذوذ الجنسي هو قسوة الأب عليهم لأنه هو اتحرم من حنان وحب الأب وبالتالي النهاردة لسه عطشان وعايزوا فبيتجه لحب رجل آخر مش بس البنات يعني في كلمة على البنت اللي دخلت في علاقة سمة في علاقة غير سوية أو أي علاقة والسلام بيختارون مثلا إيه عشرين سنة أكبر تلاتين سنة أكبر مفتقد أحدان الأب بس الولاد كمان بيتأثروا مش بس البنات للأسف فعشان كده لو إحنا عرفنا ناتا فادة ده عن طريق إن إحنا نرعي مشاعرهم نقول لهم الإحساس بتاعك تمام بس السلوكيات بتاعتك هنزبطها وهندي البار منه ما قال لها حاجة ممكنة عشان ما نبقاش إحنا مقصرين ونعلمهم هم أنا كمان يحموا نفسهم إزاي لأنه خلاص فيه عندنا شخصية غير سوية لو طبعا قدرنا زي ما أنت قلت نتكلم مع الأب عشان زي ما قلنا حاجة من الاتنين يا إما نتعالج يا نتعلم بس لو قدرنا نعمل كده عايس ألك سؤال مش تتربى العقدة عايس أقليك إنه آخر سؤال بس عايس أليك السؤال ده تفضل والسؤال ده سؤال خبيث أنا بقولها دايما بتدي الحلقة السؤال خبيث ده سؤال خبيث أوكي لو إحنا متطلقين مش موجود معايا في نفس البيت وأب قاسي أهو ما ترباش كويس الصح هنا الصح هنا إن أنا ودي عيالي عنده واسبهم يواجه ده لوحدهم ولا لا آه بس مع أن أنا بعلمهم إرية شخصيته وإزاي يقدروا يحموا نفسهم لو فتحتي الموضوع ده مع بابا هيتعصب وهيعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة لو اتكلمتي بالطريقة دي معاه هو أخو الأدي وهيحصل منه واحد اثنين ثلاثة أربعة فهبعتهم آه لأنه من حقهم ومن حقه إنهم يشوفوا بعض بس وانا دعماهم بالأسلحة أو الأدوات ولو رجعوا مضربين ولا مشتومين لا ده حتى القانون هنا أصلا ممكن يحرموا إنه يشوفوا نعم أبو ستة نورتي الدنيا كلها أشكرك بيبي مشاهداتي العزيزات فور براتي يا حبيبات فواصل قصير جدا نرجع لك وانا ما أطلع عن زو كده لي وهي بس ترجمة نانسي قنقر شكرا